وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية كل ده في الجنة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر طيب السؤال المهم هنا انت بتقول لنا يا عم الشيخ صوموا عشان تصلوا لعلكم تتقون لدرجة التقوى عشان نحقق التقوى على المستوى الفردي طيب ازاي اعرف انا من اهل التقوى ام لا قالوا للمتقي اربع علامات اللي عايز يعرف هو من اهل التقوى ام لا اربع علامات حفظ الحدود وبذل المجهود والوفاء بالعهود والقناعة بالموجود للمتقي اربع علامات حفظ الحدود وبذل المجهود والقناعة بالموجود كل ده في الجنة اه كل ده في الجنة وكل ده علامات من علامات المتقين من حفظ الحدود وبذل المجهود ووفى بالعهود واقتنع بالموجود فهو في جنة الله جل وعلا وفي جنة الخلود حفظ الحدود زي ما قلت في البداية ان يجدك الله حيث امرك وان يفتقدك الله حيث نهاك اعمل حد حاجز فاصل بينك وبين المعصية لذلك سيدنا عمر بيقول له ايه التقوى قال هل مشيت يوما في ارض فيها شوك قاله نعم قال طب تعمل ايه الاشمر عن ثيابه قال هي دي التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى صغيرة مع صغيرة مع صغيرة تعمل جبال من السيئات ومن المعاصي والذنوب والاثام يبقى اول حاجة حفظ الحدود يبقى في حد بين وبين الذنب في وقاية في حاجز بين وبين معصية الله جل وعلا وبذل المجهود ربنا امرك بالصلاة فصلي وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى امرك ان تكون مصليا كن مصليا امرك ان تكون مزكيا كن مزكيا امرك ان تكون صائما كن صائما امرك ان تكون تقيا كن تقيا ليه لان دا الله ياخد باديك لطريق ربنا سبحانه وتعالى دا الله يدخلك الجنة بذل المجهود يكتهد شوية في شدة البرد وتسمع المؤذن ينادي للصلاة الفجر انهض من فراشك اشتركوا في القناة